اشتركوا في القناة بلقاء فئات شبابية بحرينية تمثل الجيل الواعد لتعزيز قيم السلام والتواصل والانفتاح بين الشعوب وأكدنا أن هذا اللقاء يسهم في التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي لجميع الشعوب من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للجميع وذكر معاليه أن زيارته لمملكة البحرين أتحت له الفرصة للاطلاع عن كثب على تاريخ وحضارة وثقافة البحرين والتي تتميز بتسامحها وتعايشها وتآلفها مع مختلف الأديان والأعراق معتبرا أن فئة الشباب تمثل حاليا أيقونة السلام والتسامح والتعايش وتعلق عليهم آمال كبيرة في إحلال السلام في العالم واعتبر رئيس وزراء دولة إسرائيل أن الشباب في مختلف دول العالم تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في الارتقاء ببلدانهم ودفع عمليات التنمية بقوة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية ورحب رئيس وزراء دولة إسرائيل بتعزيز التواصل بين الوفود الشبابية في كل البلدين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز مساحات اللقاءات والتواصل والاستفادة من الخبرات والتجارب الشبابية الناجحة في كل البلدين دائماً الردد مقولة يقولها جلالة الملك أن البحرين غنية بشبابها فما في شك من اللي شفناه إحنا اليوم أن مثل ما هم يبهرون بشكل يومي فهم يبهرون حتى الزوار الضيوف اللي نشوفهم من بره الزوار عرضوا حتى على إخواننا الشباب أن يشتغلون عندهم هما بإسرائيل أن يتعاونون معهم بالنسبة للشركات بالنسبة للإستثمارات وغيرها فأجمل ما فيه هو بس مجرد تأكيد طبعاً نحن نأكده لكن بس هذا مجرد تأكيد من طرف خارجي أن شبابنا عندهم الكفاءة عندهم الطاقة وهم جاهزين للتنافس والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر